بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات اليوم إن شاء الله بإذن الله درستنا رح يكون دوال ومتباينات الجذر التربيعي هذا رابط الدرس الرقمي فيما سبق درسنا عباء تبسيط عبارات تحتوي جذورا تربيعية هذه مهارة سابقة والآن رح نمثل بيانيا دوال الجذور التربيعية ونحللها ونمثل بيانيا متباينات الجذور التربيعية عندنا دالة الجذر التربيعي والدالة الجذرية ومتباينة الجذر التربيعي لدينا في لماذا يمثل الزمن الدوري للبندول بدالة الجذر التربيعي تي تساوي 2 باي جذر ال على جي حيث تي الزمن الدوري بالثواني والطول البندول بالأقدام جي تسارع السقوط الحر الذي يساوي 32 قدما لكل ثانية مربعة دوائل الجذر التربيعي إذا احتوى الدالة على الجذر التربيعي لمتغير تسمى دالة الجذر دالة الجذر التربيعي وهي نوع من أنواع الدوال الجذرية مثل هذه الدالة نسميها دالة جذر تربيعي نوع من أنواع الدوال الجذرية عندنا هنا الدالة الرئيسية الأم لدوال الجذر التربيعي الدالة الرئيسية الأم اللي هي أفو في x تساوي جذر x المجال هنا طبعا لاحظ هنا أن ال x لازم ما تكون قيمة أصغر من الصفر تقبل الصفر يعني كل x بحيث أن x أكبر أو يساوي صفر تقبل الصفر والأعداد الموجبة يعني القيمة اللي داخل الجذر لازم ما تكون قيمة سالبة طبعا هذا الدالة الأم مجالها x أكبر أو تساوي صفر المدى أيضا لو لاحظنا هنا المدى أول قيمة صفر راح تكون إلى ما لا نهاية يعني بيكون عندي كل fx بحيث أن fx أكبر أو يساوي صفر المقطعان x يساوي صفر و fx يساوي صفر الدالة الرئيسية الأم تقطع محاور الإحداثيات في صفر وصفر طبعا هي غير معرفة عندما x أصغر من صفر إذا صار عندي قيمة سالبة سلوك الدالة عند طرفيها لما x تقول للصفر fx تقول للصفر لاحظ هنا لما x تذهب للصفر نلاحظ أن الدالة أيضا تتناقص وتذهب للصفر لا تتناقص إلى ما لا نهاية سالب ما لا نهاية لا لكن عندما الدالة x تتزايد لقيم x نجد أيضا أن قيم الدالة ماذا؟ له هذا اللي بلون الأزرق قيم الدالة أيضا تتزايد إذن fx تقولي لموجة بما لا نهاية تعييني المجال والمدى عين كل من المجال والمدى للدالة fx تساوي جذر x زائد 4 طبعا هذه دالة جذر تربيعي بس ليست الدالة الأم شفنا الدالة الأم اللي هي جذر x وشفنا اللي هي خصائصها بالنسبة لهذه الدالة أول شيء لازم يكون اللي تحت الجذر مجال دالة الجذر التربيعي يشمل فقط القيم التي يكون ما تحت الجذر عندها غير سالب يعني القيمة هذه اللي تحت الجذر لازم تكون أكبر أو تساوي صفرا فنحن نأخذ اللي داخل الجذر نقول أكبر أو يساوي صفر نحل المتباينة نطرح أربعة من الطرفين رح يكون عندي x أكبر أو يساوي سالب أربعة معنات أن القيم من سالب أربعة وأكبر لم تعطيني قيمة سالبة لما أجي أعوض عنها داخل الجذر هنا لما نجي نعوض داخل الجذر بسالب أربعة رح يكون هنا عفوا سالب أربعة وهي x زائد أربعة صفر صفر جذر صفر صفر طيب كل ما زدنا هنا مثلا صارت سالب ثلاثة زدناها سالب ثلاثة زائد أربعة موجب واحد جذر الواحد واحد فمعنات أن من سالب أربعة إلى موجب ما لنهاية إذا عوضنا عن كل عن x بأحد هذه القيم لن يعطينا قيمة سالبة عرفناها بأننا أخذنا ما بداخل الجذر وشرطنا شرط أنه يكون أكبر أو يساوي صفر وحلينا المتباينة لذلك فهو هذا هو المجال بالنسبة للمدى طبعا الجذر x زائد أربعة أكبر أو يساوي صفر دائما هذا الجذر أكبر أو يساوي صفر دائما زي ما شفنا أول ما بدينا بسالب أربعة طلع لي الناتج صفر يعني معنات أني ببدأ ب من عند الواي النتيجة أول نتيجة طلعت لي صفر بالنسبة الواي بغض نظر عن x وهكذا ورح نتزايد طبعا أكيد أن القيم رح تزيد يطلع لي واحد اثنين اثنين ونص ثلاثة ونص وهكذا وتزيد قيم الدالة بتزايد قيم x فإن أقل قيمة للدالة تكون عندما x زائد أربعة يساوي صفر أي عندما x تساوي سالب أربعة لذا فإن أفف سالب أربعة تمثل الحد الأدنى للمدى لذا فالمدى أفف x كل أفف x بحيث أن أفف x أكبر أو يساوي صفرا طيب هنا نتحقق أفف x تساوي الجذر x ناقص ثلاثة نريد المجال والمدى المجال نأخذ اللي داخل الجذر نقول شرط أن يكون أكبر أو يساوي صفر ما معنات المجال؟ يعني قيم x ما قيم x اللي إذا عوضت فيها في الدالة ما يعطيني قيمة لا تقبلها الدالة زي هنا عند الدالة الجذرية لا تقبل الأعداد السالبة فشرط الدالة هنا شرط المجال أنه لداخل الجذر أكبر أو يساوي صفر نحلها رح أجمع ثلاثة للطرفين رح يكون عندي x أكبر أو يساوي ثلاثة إذن هذا هو المجال كل x بحيث أن x أكبر أو يساوي ثلاثة بالنسبة للمدى نفس الشيء لو لاحظنا هنا لو لاحظنا القيمة هذه لما نعوض بثلاثة رح يطلع لي الناتج صفر جذر ثلاثة ناقص ثلاثة عن جذر صفر صفر فأول قيمة رح تطلع لي هي y تساوي صفر أو f of x تساوي صفر ورح تتزايد منات أن المدى هو كل f of x بحيث أن f of x أكبر أو يساوي الصفر يمكنك تمثيل دالة الجذر التربيعي بيانياً بتحديد القيم الصغرى لها وعمل جدول لبعض قيم x وقيم f of x المقابلة لها حدود المجال والمدى تمثل إحداثيات نقطة بدء منحنة دالة الجذر التربيعي لما جبنا المجال والمدى عرفنا اللي هو نقطة البدء وانت بتبدأ طيب وتساعدنا هذه في الرسم مثل كل دالة مما يأتي بيانياً وحدد مجالها ومداها أو شي طبعاً القيمة الصغرى للدالة عندها 2 و 5 طبعاً كيف عرفناها أو أخذنا اللي داخل الجذر أخذنا ما بداخل الجذر وقلنا شرط يكون أكبر من أو يساوي صفر يعني قاعدنا نحدد المجال جمعنا 2 للطرفين صار عندي x أكبر أو يساوي 2 فأول قيمة من x نبدأ فيها اللي هي 2 وأكبر هنا في هذه الدالة طيب لما نعوض عن 2 هنا في الدالة ماذا نلاحظ في المدى؟ هل هو رح يبدأ من عند الصفر؟ لو عوضنا هنا بـ 2 2 ناقص 2 صفر جذر الصفر صفر زائد 5 إذن المدى هنا هذا طبعاً المجال بالنسبة للمدى لا المدى بيكون يبدأ من 5 طبعاً وكلما زادت x رح يزيد المدى يعني المدى كل y بحيث أن y أكبر أو يساوي 5 فـ 2 و 5 هي أصغر قيمة في الدالة طبعاً لو نلاحظ هنا هذه الدالة تختلف عن اللي شفناهم قبل قليل إن فيه إضافة أو طرح خارج الجذر ليس داخل الجذر الجمع أو الطرح داخل الجذر لا يؤثر في المدى يؤثر في المجال لكن الجمع والطرح خارج الجذر رح يؤثر في اللي هو المدى لأنه بيكون التأثير على المحور الرأسي الواي طبعاً هنا حطينا أصغر نقطة وبعدين أخذنا من بعدها قيمه 3, 4, 5, 6, 7, 8 وأوجدنا قيمها عوضنا وجدنا قيمها ثم مثلناها هذه أصغر قيمة وهي 2 و 5 وعندنا 3 و 6 هذه هي القيمة الثانية عندنا هنا 6 و 7 هذه القيمة الثالثة وبينهم قيم ونرسمنا السهم اللي يمثل الدالة أيضاً هنا عندنا لو لاحظنا ما رح يكون المجال طبعاً هنا القيمة الصغرى لمجال الدالة هي سالب ثلاثة نفس الشي ناخذ اللي داخل الجذر نقول x زائد ثلاثة أكبر أو يساوي صفر لما نحلها برح تكون x أكبر أو تساوي سالب ثلاثة هذه أصغر قيمة طيب هل بتكون المدى الآن لو عوضنا بالسالب ثلاثة كم رح يطلع لنا هنا سالب ثلاثة زائد ثلاثة صفر صفر في سالب ثلين صفر صفر ناقص واحد سالب واحد إذن المدى يبدأ عند من عند سالب واحد طيب هل نكتب المدى كل y بحيث أن y أكبر أو يساوي سالب واحد لا هنا بيكون أصغر من أو يساوي ليه لماذا قلبنا إشارة التبايل لأنه عندي هنا إشارة السالبة رح تقلب اللي هو التمثيل البياني بدأنا هنا بأول نقطة اللي هي سالب ثلاثة وسالب واحد طبعا المجال المجال مثل ما هو نكتب أكبر أو يساوي لكن بالنسبة للمدى قلبنا إشارة التبايل حطيناها أصغر أو يساوي بسبب وجود السالب اللي مضروبة فيها الدالة في الأول طبعا هذه أصغر قيمة عفوا هذه رح تكون أكبر قيمة هنا رح تكون هي القيمة طبعا اللي هو الصغرى لمجال الدالة لكن رح تكون هي القيمة الكبرى للمدى لكنها تعتبر القيمة الصغرى لمجال الدالة سالب ثلاثة يعني أصغر قيمة في المجال سالب ثلاثة ثم نبدأ نزيد القيم ماذا نلاحظ؟ أن Y كلما زادت X تقل Y أو تقل الدالة أو تتجه الدالة إلى المالة نهاية طبعا أخذنا قيم عوضناها ثم رسمناها وحطينا السهم طبعا ناخذ هنا عندنا البداية ناخذ قيمة اللي تحتها على طول ناخذ قيم أخرى وننتبه للرسم إذن تحقق من فهمك عندنا هنا في 2B عندنا هنا أول شيء لو أوجدنا المجال طبعا رح يكون X ناقص 1 أكبر أو يساوي 0 رح أجمع واحد للطرفين رح يكون عندي X أكبر من أو يساوي الواحد معنات القيمة الصغرى للمجال هي الواحد يعني كل X بحيث أن X أكبر أو تساوي الواحد هذا بالنسبة للمجال طيب بالنسبة للمدى رح أعوض عن الواحد هنا أنها هي أول قيمة ونشوف 1 ناقص 1 صفر سالب 3 في صفر رح يكون عندي هنا صفر زائد 2 يعني رح نبدأ المدى كل F of X بحيث أن F of X أكبر أو أصغر من أو يساوي طبعا رح يكون أصغر أو يساوي 2 ليه لأن القيم رح تتناقص يعني أي قيمة هنا رح تطلع لنا مثلا لو طلعوا لي هنا الناتج 1 رح ينضرب في سالب 3 بيطلع سالب 3 يعني تنعكس القيمة بدل ما هي موجب رح تكون سالب هذا بالنسبة للمدى طبعا لو خذنا أول شيء أول قيمة اللي هي الواحد رح يطلع لنا الناتج 2 لو أخذنا اللي هو طبعا لازم ناخذ قيم أكبر من أكبر أو تساوي الاثنين لو أخذنا مثلا الخمسة هنا خمسة ناقص 1 4 جذر الأربعة 2 في سالب 3 رح يعطيني سالب 6 زائد 2 رح يكون سالب 4 رح يكون الناتج سالب 4 أيضا مثلا لو أخذنا 10 ناقص 1 جذر التسعة ثلاثة في سالب 3 سالب 9 زائد 2 رح يكون الناتج سالب 7 إذن لو جينا نمثلها مثلا نمثلها بيانيا عندنا هنا اللي هي 1 و 2 هذه نقطة البداية ثم 5 وسالب 4 5 وسالب 4 7 هذه النقطة تقريبا اللي بتكون بعدها ثم 10 وسالب 7 يعني رح تتناقص الدالة بهذا الشكل تكون هذا هو التمثيل البياني للدالة يعد عمل جدول طريقة جيدة لترتيب الأزواج المرتبة لدراسة سلوك التمثيل البياني للدالة آيين المجال والمدى لكل دالة فيما يأتي نبغى نوجد هنا المجال طبعا رح يكون عندي كل X بحيث أن X على طول هنا X أكبر وتساوي X ناقص 5 هنا المجال بنقول X ناقص 5 أكبر من أو يساوي 0 يعني X أكبر أو يساوي 5 يعني كل X بحيث أن X أكبر من أو يساوي 5 طيب بالنسبة للمدى المدى طبعا هنا لو لاحظنا ما في أي زيادة أو نقصان خارج الجذر له زاد أو ناقص يعني ما في أي تحرك رأسي للأعلى أو للأسفل أو إزاحة إذن رح يكون المدى كل F of X بحيث أن F of X أكبر من أو يساوي 0 وحطينا أكبر من أو يساوي لأن هنا الإشارة موجبة يعني ما في إنعكاس للدالة طيب بالنسبة لهذه الدالة المدى كيف رح يكون أحسنتم هنا فيه إزاحة للأسفل وحدتين بالنسبة للمجال طبعا ما رح يكون نفس الدالة الأم أكبر أو يساوي الصفر لا المجال رح يكون رح ناخذ X زائد ثمانية كاملة هذه أكبر من أو يساوي صفر ونشوف الـ X أكبر أو يساوي سالب ثمانية إذن من سالب ثمانية وطالع المجال هذا هو مجال هذه الدالة طيب بالنسبة للمدى المدى طبعا لو عوضنا عن سالب ثمانية هنا رح يكون صفر صفر ناقص ثنين سالب ثنين معنات أنه كل F of X يعني أول قيمة رح تطلع إذا عوضنا بسالب ثمانية في الدالة رح تكون سالب ثنين بحيث أن F of X نحط أكبر أو أصغر نحط أكبر أو أصغر رح نحط طبعا أكبر من لأنه هنا ما عندي سالب رح يكون أكبر من أو يساوي سالب ثنين مثل كل دالة فيما يأتي بيانيا نفس الشيء هنا أول شيء طبعا نوجد المجال عشان نوجد أصغر قيمة في المجال بنقول طبعا هنا عندنا ماذا X الحالها معنات أنها كل X المجال كل X بحيث أن X أكبر أو يساوي صفر مباشرة وبالنسبة للمدى الصفر طبعا هنا جذر صفر صفر ناقص ثنين سالب ثنين يعني بيكون كل أوفوف X بحيث أن أوفوف X أكبر من أو يساوي سالب ثنين طبعا أول نقطة بتكون صفر وسالب ثنين لو عوضنا مثلا بالأربعة جذر الأربعة ثنين ناقص ثنين صفر يعني أربعة وصفر لو عوضنا هنا عن X بتسعة جذر تسعة ثلاثة ثلاثة ناقص اثنين رح يكون عندنا واحد نمثلها بيانيا اللي هي صفر وسالب ثنين هذه نقطة البداية نلاحظوا أن المدى يبدأ من عند سالب ثنين والمجال طبعا بيكون يبدأ من عند الصفر الـ X اللي هو بعدين أربعة هو صفر هذه النقطة الثانية اللي هي أربعة وصفر وتسعة وواحد تقريبا هذا الرسم الدالة الواجب 13 و14 16 و17 بذلك نكون انتهينا من الجزء الأول من الدوال ومتباينات الجذر التربيعي شكرا جزيلا أعزائي الطلاب والطالبات ترجمة نانسي قنقر